السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هنكمل مع بعض حيات جديدة برضو هنعملها ان احنا عايزين نفلتر بالداتا يعني ايه احنا عارفين لما احنا بنعمل بروتكتس بيظهر لنا هنا واحد اللي هي فلافض دي المنتجات اللي رجعاني بالداتا بيستور لنا داتا عندنا استاتيك طيب انا عايز بقى ان انا مثلا اعمله كده بروتكتس سلاش واحد ماشي يرجع لي هنا اللي هو المنتج الواحد اللي هو الايدي بتاعه واحد بس اللي هو الفلتر عن فلتر طيب ايه الحاجة لما نبصي هنا حاجة وتبقى متغيرة ده بيبقى اسمه البرامز او البراميترز او ممكن الاسلاج برضو زي رول فانا عايز مثلا ابعت هنا الايدي فيرجع لي العنصر ده بس لعدت واحد يبعت لدبس وعدت الاثنين يبعت لدبس فطبعا زي ما احنا عارفين ان البداية بتاعاتنا عطول بتيبقى من الروتس طيب الروتس بتاعت هتبقى ايه هيبقى اللي انا هقول له سلاش بروتكت برضو ماشي بعد كده سلاش هقول له ايبقى لما اجي حط حاجة متغير فانا بحطها بالشكل ده بقول له مثلا هنا هيجي لك ايدي هنا هيجي لك حاجة اسمها ايدي ولازم ده اللي احنا هنشوفه هناك بقى ده بقى اللي هو هيبقى البرام الريكوست اللي جاية هيبقى ايدي ده وهنا اطبعه هنا عادي نشوف طيب ايه اللي احنا هنعمله بقى هتقول له هنا يا سيدي بقى احنا هنشغل ايه هنشغل نفس الدلة اللي فوق ده بس هايبقى اسمها ايه هيبقى اسمها find by id مثل product by id مثل by id فلا مالفوض اخد ده مثلا او بروتكت بس مش product وهناخد ده نفس الموضوع كده ctrl c ماشي ناخد دي كده ونروح بقى فيه نروح برضو للكنترولر هنا احنا عندنا فولدر اللي هو البرودكت سنيجي هنا نعمل آآ ده اللي اخرى ماشي في اين ده احنا هنا تمام كده نعمل هنعمل دي فاين واي اي دي من نوع فانكشن نفس الموضوع دي هتاخد الريكويست والريسبونس ماشي واترجع ايه هترجع ايه حاجة واترجع زي ما ترجع ماشي انا في الحالة دي بس عشان اتاكنيها شغالة send request.send انا هبعط له مثلا اوكي 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 ماشي فالمفروض كده فاين دي باي اي دي احنا عملنا له ايه ادينا له فاين دي باي اي دي فالمهم هو دلوقتي ايه المفروض يبصيلي ايه ايه ما اعملش حاجة يعني عادي بس مفروض دي باي اي دي تشتغل ماشي طيب control s ونعمل acd نروح هنا على نعمل مسلا كده واحد آآ قال لي ال ر ر 500 نشوف بقى ال ر 500 دي بقى قال لي ان هو بقى قلي ان هوا تقريبا قال لك اهو بص دي بقى مست البتاع الدي انت عندك الرر 500 product slash 1 import style cs طيب نطلع فوق كده نشوف الرر اللي جاي لنا هو مش لاقي request request سوري سوري request ايه ده response ctrl s نشوف كده هشتغل تمام كده الفنكشن شغلة تمام كده الفنكشن بتعمل ايه دي الوقتي الفنكشن دي بتروح هي هنا متبرمجة لو حطت لها اتنين حطت لها اي كلام هتتعامل طيب طبعا احنا عزين نطبع اللي بيتكتب هنا بعيدا عن اي شيء يعني يعني كده احنا عرفنا زي نعمل طيب انا خلانا نعمل كده console.log عشان اطبع الحاجة اللي هي الحاجة اللي هي جاية هنا دي دي حاجة اسمها دي مرة تبقى جاية في request sorry response . اللي اسمها برام او تقريبا بال sorry لا اد request request . . . فيها مفروض هنا . مفروض بيبقى فيها احنا عزين نطبع اللي هو الكلام اللي احنا دخلنا فوق صح فالمفروض ده request . . المفروض بقى هنا بيجي الاسم اللي انا . 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 ماشي تمام طبعا لي هنا بقى يبقى كده عرفت اوصل من خلال القيمة دي ماشي خلونا بقى نحطها ايه نسميها مثلا برودكت اي دي هيتساميه مثلا برودكت اي دي وده سيدي هيتساوي ده هيتساوي الريجوست اللي انت عملته ماشي وممكن ابصيه هنا بس عشان يظهر لي اوان مش محتاج بقى اشيري الريجو دي لا انا عايز يظهر فين عايز يظهر هنا هاقول له برودكت اي دي طبعا الاسم ده بصوا كده ريفرش كمي لسه بها ريفرش اهو بها كتبت له علي هيغيرها بعد خدونا نزوم شوه عشان نستشوف علي علي ماشي تمام طيب دلوقتي اخدوا بلكن الاسم ده لازم يبقى الاسم ده لو غيرت الاسم ده كده خلته مثلا يواقي بص كتبت كده هيقول لي غرر انا مش حاج جاي لان هو مش لاقي ده ده جاي من اي ان ده جاي؟ من اي ده ده جاي من الروتس لو روحنا الروتس هنا لا اي ده ده نفس المسمى بقى لازم يبقى نفس المسمى وقول ان انت اديتو الاعلامة دي فمعناك كده هو عارف ان فيها حاجة جايه دينامي متغيرها فا هو يبدأ يغيرها ويحطها في المتغير ده في يارب تكون ايه الموضوع كده وصل لان نخدو بالكم ممكن اكون بطول شوية في الحتة دي اه ماشي اه بطول في الحتة دي عشان حتة دي اللي مبنى عليها اقول لي حاجة بعد كده ماشي تمان احنا بعد كده ابعزين نعمل فلتر ده طيب نعمل فلتر بقى ازاي في الدلة دي خلونا اول حاجة خلونا اول حاجة خلونا نطلع نخلي هما فائل ده بروتكتون وبروتكتون خلونا نطلع البروتكتات دول فوق يعني نطلعهم كده بره خالص كده مثلا هنعمل نسميها مثلا نعمل هنا حاجة كده مثلا نسميها dummy data مثلا او database اي حاجة وحط دول كده ونعمل كمان واحد ونعمل كمان اثنين product3 وده الID بتاعه هي بقى ثلاثة product3 مثلا this is third ماشي وده هيبقى for و لو قلتول 4 product4 و force ماشي دول كده احنا بس بنخلهم عشان كل الحاجات اللي تحت بقى تستخدمهم فانا هعمل هعمل مثلا حاجة اسمها products 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 وده هتساوي array هتاخد بقى product1 و2 و3 هوا دول اسمها product2 وproduct product product 1 وproduct 3 وproduct احنا عملنا 1 و2 3 و4 product product for ماشي احنا ممكن نسمي دول ايه نخليهم all all products ونروح هنا بدلا ما احنا بنستدعي ده كده نقوله نقوله all products مفروض ده ما يتغيرش اللي هو برا هنا كده الاساس ده ما يحصلوش حاجة رجع اللي الاربعة همت كده عشان بس التعيق كويس او او ارجع اللي الاربعة اتنين واحد لا المفروض او عشان احطيتهم الشالوب خلونا من control x ونحطه هنا عشان يجوه الترتيب 1 2 3 4 طيب دلوقتي بقى انا عايز بقى ده ده الدلة الاولى تمام ده الدلة الاولى اللي هي بنتهجع كله انا عايز بقى مع الايد ده ارجع افلتر بالايد وده هيخلنا نستخدم دلة جديدة اسمها فلتر ده موجودة طبعا في الجواسكريب في اي قرية موجودة انا هنا بقى اروح فين بايسيني ده الوقت هنا بقى معايا بقى معايا اللي هو الايد انا عايز اعمل اي بقى انا عايز اعمل مثلا هعمل constant حاجة ونسميها مثلا filter by id مثلا filter by id وده هيساوي هيساوي ايه؟ هيساوي اللي هي القرية اللي جاينا ديت ماشي اللي هي الـ all products. هي جواها حاجة اسمها filter filter هي موجودة جواها حاجة اسمه ايه؟ اسمه filter ماشي وبتاخد بقى ايه؟ بتبدأ تعدي يعني هتبدأ تعدي الفلتر دي بتعدي واحدة واحدة على كل واحد موجود هنا وتحطه في متغير هنسميه مثلا وليكن ماشي وبعد كده وبعد كده بترجع لنا ايه بقى؟ بترجع لنا arrow function نحط جواها بقى اللي احنا عايزينه طيب هي دلوقتي هترجع لنا عنصر عنصر تمام طيب انا ممكن مثلا دلوقتي هخليها ترجع لي بقى ايه؟ كده هترجع لي عنصر عنصر اللي انا اللي الإد بتاعه بيساوي الإد اللي انا هدهه لك فوق ماشي فهقول له ايه سيدي بقى؟ هقول له رجع لي ماشي اللي هو الـ item .id ماشي بيساوي طبعا الـ item .id اللي هو إيه؟ اللي هو .id ده لو هيدا ده الـ item ماشي؟ لو هو بيساوي ايه بقى اللي انا رجعتهم من شوية اللي هو البروداكت بدي ده المفروض كده ايه هو دلوقتي كده هنا جوه الدله دي رجع للعنصر اللي هو اللي انا naturally as patients ter Russias فطبعا انا عايز اتأكد تاني انا انا عايز اتأكد تاني ان انا ان العلقة دي جات له فهمل بس حالة F صغيرة كده هقولوا يا سيدي لو الفلتر الفلتر bureauc الي احنا عملنا ده كان اللينس بتاعه فلتر الفلتر الفلتر اللي هو احنا نسميه فلتر باقي دي صح فلتر باقي دي والدلة نفسها اسمها فلتر باقي دي طب لا بص بص خليها نسميه فلتر برودكت مثلا عشان هو كده هيحصل لكم فيو فلتر برودكت المنتج هدد فلتر يعني وانا هقول له هنا ان الفلتر برودكت دوتلينس ماشي امش عارف دي والدلة ليست عارفة لازم لو هو اكبر من اكبر من السفر معناك كده يا سيدي اي بقى معناك ده المفروض ان هو لا عنصر فانا هقول له بقى ايه اعرضه لي ماشي هقول له ابعته لي بقى عدد TRS .Rs notимо عدد امgram ونق 是 الافلترة الفلتر بـ $0 فقط نحو المرفضه يlier واحد عدد ايمد بالاتضافة عشان لو حد يدخل حاجة مش من اللي موجودة ماشي هقول له مثل هابعط له هات اللي اعدي كده Ctrl X وحطاها هنا هقول له يا سيدي ايه بقى هقول له ابعط لي بقى ايه No Product With ID مثلا ونعمل With ID ماشي ونصلوا بقى البوست ايدي اللي احنا جبنا البرودكت ايدي قصدي Product اطلع بره انا مش عايز ده Product ID Product ID اوه ناسينا هنا عشان نكون كاتينات ماشي خذوا لنا Ctrl S نشوف كده في errors تمام نجرب ده تمام طيب لو عملنا كده اثنين كده في حاجة بقى مش مزبوطة في كوس او حاجة ماشي احنا هنا سيدي قلناه خدرنا نصغر شوية خدرنا نصغر شوية ماشي ونشوف بقى ال error اللي هو جالنا ايه حشان بس ايه حشان بس ايه دلوقتي احنا عملنا البرودكت ايدي وجبنا ال ايدي بعد كده احنا الفلتر ده قلنا اللي اللي هي اللي هي دي هندخل جوا هنعمل فلتر والفلتر ده ده اللي بتاخد item ماشي filter دوت فلتر هو بتاخد item ماشي بس صح تصدق احنا المفروض هنا انهي عنصر من item صح المفروض كده نقول لها انهي عنصر ماشي لا هي مفروض كده صح طيب arrow function ومرجعنا الافواس مصبوطة صح هده انا كده نتأكد وانه هقول له ان ال item دي هترترن بقى ال item دي ال id بتاعها هيساوي ساوي ال product id صح مفروض كده تمام ماشي وهقول له بقى لو اي سيدي لو لنس بتاع الفلتر product اللي احنا عملنا ده ماشي دوت لنس بتاعه اكبر من الصفر فانا بقول له رجعلي 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 الفلتر product of zero تمام غير كده else رجعلي no product with id product ده مفروض كده مفيش مشكلة مفروض كده تمام طيب اه ممكن عشان مسايفتش مسلا بس ما اعتقيتش فيه error جاء او حاجة طيب احنا هنا عندنا product id عشان بس ممكن يكون بره اللي ده هنا جابلنا ال product هده عملنا constant filter product all product all product filter item طيب هو الفلت هو بدي فولت الناس يبقى كان بدا بيه بس ما اعتقدش ان هاد المشكلة يعني مفروض ده يبقى اسم بيه وده بيرتير بيضوت id بيساوي البردك كلهم ماليه ده بيساوي ده طيب خلنا احنا 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 مفروض ديقه واحد كده مم اوه تقريبا ده تقريبا ده بيبقى بره انا حطوا تقريبا control x ده واحدة كده المفروض المفروض احنا بعد الفلتر ده بنقفل يعني المفروض كده المفروض ده عشان دي تشتغل الاقواس انا مشكلتي فعلا في الاقواس بعد كده هنا ممكن نحط دول نشوف كده ايه يحصل restart هو restart نروح كده ده شغال تماما كده ظبط اوه المشكلة كانت المشكلة في الاقواس المفروض انا مش يعني دي الفونكشن دي هتشتغل وترجع انا كنت لسه جواه و لسه مرجعش حاجة ازاي انا دي الحاجات دي المفروض الفونكشن دي الاول هتفلتر يعني الفونكشن دي هت الكونسان ده هيبدأ يشتغل و يفلتر تماما ورجع لي هنا واحد رجع لي هنا اللي انا خدته فانا ببدأ بقى جواه اتأكد ان هو ده اكتر من صفر يعني هو واحد و اعرض اللي هو وهنا كان بالزبط لو جينا مثلا هنا و قلنا 6 مفيش هايوليك نوبوردكتو زي دي 6 لو قلتروا مثلا كده طبعا كواس ان الحاجات دي الاقواس دي بتظهر عشان برضو الناس تاخد بالها مشكلة يعني مشكلة الحاجات دي اللي واحد يمت بلغات كتيرة موضوع الاقواس و نهايتها و انت بتحط ناتج مشكلة اللغات على فكرة بتتيح ان انت تحط ناتج الـ function دي في variable و تستخدمه فالمهم هو ده كان موضوع اكتصار انت بس هنا مفروض كده ده يعني مثلا ده جزء و ده جزء مفروض ده جزء برده يعني انت هنا اول جبنا الـ ID جبنا الكلام اللي هو بكتبه هو ID و هكذا قلنا له ان احنا يا سيدي روح بقى عديلي على كل الـ و هتلي فيهم مفروض دي بقى لو نجاح item يشتغى هادي لان ده item يعني هو مش هتكتبه اي حاجة ماشي ده الـ item اللي انت هتلاقيه ده الـ item اللي انت هتلاقيه ده الـ item اللي انت هتلاقيه الـ item اللي انت هتروح تلاقيه ده رجعه هنا فهو هيرجع الـ item اللي هو ايه الـ product ID بتاعه بيساوي الـ product دي اللي جايناه ويرجعه هنا هكذا هتأكد بانه هو اكبر من كده عن فيه داتا لو مرقيتش فيه داتا رجع لي ايه اكتبه للـ alert ده فده كان باختصار موضوع النهارده بالفلتر والفلتر رهيب قليناه فيه كلام كتير بس هيه نفس الالية دي لما نتعمل نقاعد بعيد هنقوله فلتر لنا بكذا بـ light D بالكلمة اللي بيحتوى على كذا فقدام بقى ان شاء الله ده كان باختصار بس وتأكد برضه عن موضوع وموضوع الـ filtration لوفاء استصار بعطولي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة